اللي اخبار يا شباب عامليني خليد معاكم فيديو جديد من دي جوتيوب النهاردة جاي اقول لك على اكتر خطة في افسي اربعة وعشرين وبصراحة انا حاس انهم اعملوا لها بان قريب جدا خطة خمسة اربعة واحد الخطة دي يا جماعة بتعمل يعني تكتل دفاعي ملهوش حل للناس اللي عندها مشاكل في الدفاع الخطة دي انصحك بها جربها يا معلم بجد يعني هتغير كتير معاك في الدفاع وخصوصا الدفاع بقى صعب جدا في افسي اربعة وعشرين تعالوا النهاردة في فيديو صغير كده اقول لك الخطة دي التكتكات والتعليمات بتاعتها بتتعمل ازاي علشان لما تلعب بها هتاخد منها اكبر استفادة يلا بنخش على الفيديو ونشوف الخطة دي فيها ايه يلا بينا يلا بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على ونخش نشوف اللي معنا النهاردة او التشكيلة اللي معنا النهاردة عاملة ازاي وهي خمسة اربعة واحد زي ما انت شايف كده خمسة في الدفاع اربعة في خط الوسط ومهاجم واحد ندوس ونخش على واول حاجة معنا في اول حاجة انا بعملها في اللي هي اللي هي الضغط بعد لمسة قوية لان زي ما اتفقنا كده ان دي بتبقى متوسطة في الضغط اللي هي ضغط عالي فاللعيبة تفقد الباور بتاعها او بتاعتها بسرعة ولا هي ضغط منخفض زي اللي هي المتوازن فاللعيبة ما تضغطش بالشكل اللي انت محتاجه فهي دي وانا هي بانا لا وهي دي بالزبط اللي انت محتاج ولا هي متوسطة لاللعيبة هتفقد الاستامينات بتاعتها او الباور بتاعها بسرعة ولا انت هتلاقي ضغط اللعيبة والا الاحيان بتضغط كويس جدا نيجي بعد كده في اللي بخليها خمسة واربعين انا ما بحبش الموضوع مفتوح اوي اللعيبة مفتوحه اوي ولا معارض من بعضية اوي فخمسة واربعين بالنسبية بتبقى مناسبة بنسبة فانا بخليها خمسة وستين في لحد سبعين يعني ممكن من خمسة ستين لحد سبعين علشان لو عايز اعمل مصادر التسلل تمام نيجي بعد كده في بخليه ما بجيش جنبه وبنيجي في بخليها زي ما اتفقنا ان انا دايما بخليها اللي هي اللاعب ما بيتعمل اللاعب بتاعك بتاع خط الوسطى لما بيعمل سروق او حاجة بيبقى رايح على طول اللاعب بتلاقيه رجع من وراء المدافع كان مهاجم رجع من وراء المدافع وخدم مكان علشان يقدر تاخد اللي طالع من اللاعب بتاعك تمام فهي دي بالنسبة لي بتبقى احسن حاجة نيجي بعد كده ده بخليه خمسين ما بلعبش فيه بخليهم ستة والفري كيك اتنين اتنين اهم حاجة بقى دي اللي هتفرق في طريقة اللاعب فبالنسبة للمهاجم الوحيد اللي عندي اللي هو بنزيمة بخليه وبديله جتم بهايند معناها ان هو يرجع لورا علشان يستلم الكرة من الخط الوسط يعني يرجع ينزل شوية وعكاية ايه يفتح تاني تمام فدي الجتم بهايند نيجي بعد كده للاتنين اللي عندي اللي هو سام ماكسيمان وديابي آآ سام ماكسيمان وديابي الاتنين دول بديهم والاتنين بخليهم عشان يفتحوا الملعب عشان اقدر اجري بيهم في المساحات واقدر اعمل كورسات لبنزيمة تمام بالنسبة لخط الاتنين القلبي آآ الوسط اللي عندي القلبين بتوعي اللي هما رابيوت وفرناندز فبخلي واحد اللي هو اكسر دفاعا بخليه وكوفر سنتر اما التاني اللي هو بيبقى عنده شوية هجوم فبغد دي له برضو بس بدي له يعني برضو يروح على البوكس لما يبقى فيه بتتعمل او حاجة تمام نيجي بعد كده للاتنين الباكات بتوعي الباك اليمين والباك الشمال بدي الاتنين دول وخلط الدفاع ما بجيش جنبه تماما التلاتة الاف قلب الدفاع فدي كده الخطة انا جربتها يا معلم وبصراحة عايز اقول لك بقفل الدفاع ما حدش بيعرف يوصل للجون عندي يمكن بطلع بها كتير جدا فجربها يا معلم وكتب لي في الكومنتات ايه رأيك فيها ولو قبل ما اتشافني بقى لايك وسبسكرايب وشير وقل لي في الكومنتات خطة ايه اللي انت عايزني اشرحها لك بالتعليمات في الفيديو الجاي سلام